نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً صلت الضوء على خطة مصر لتعزيز جهود تصدي للتغير المناخية وتحقيق استدامة الطاقة في ظل استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 وركز التقرير على جهود مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة موضحاً أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالية الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 مقارنة بـ 20% عام 2022 ترجمة نانسي قنقر